نرجع لمباراة النهاردة هاي سألك على واحد الأول قبل ما سألك على الشكل التي تجد أسألك على محمد هاني يراج في محمد هاني بقاله فترة ماشي إلى حد جميل بشكل كويس آه كويس متابع ده؟ آه طبعا انت ده مركزك؟ لا 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 بقاله فترة فعلا ماشي بشكل كويس جدا حتى مباراة المنتخبة ده بشكل كويس يعني فعلا أنا بقول لك هاني لما بيركز بيبدع وده الكلام اللي كنا تكلمت معنا وانت وحسن وحسن كل واحد عارف واجبات مركزه وكل واحد بيبدع في المكان بتاعه أنا فاكر الجدال اللي بينك وبين الكابتر حتى مصطفى محمد هاني وأكرم توفير فأنت قلت لو محمد هاني في حالته يلعب محمد هاني يلعب على أي حد وهنا من الخامات الكويسة ولازم يبقى عنده ثقة بنفسه ولازم يعرف ان هو فعلا خلاص بعنصر مهم في نادي الألي وفي منتخب مصر ما ينفعش بقالعب في نادي الألي ومنتخب مصر وماشي على سطر وسطر لأ لأ أنا لازم يبقى مستوى سعيب لما أقع مباراة شوت إنما ما يجليش فترة أخش في كابوة لأ هاني في الفترة الأخيرة بصراحة ماشي بشكل كويس بدنيا نوقف على الرجل بشكل كويس بيدافع بشكل كويس حتى الحتة الهجومية بدأ يتحسن فيها بشكل كبير حلوله بقت أكتر إنما لأ أنا بقول لك النهاردة هاني عمل مباراة فعية هيلة هيلة يعني باستاسنا ممكن الخطأ اللي حصل منه ضربة الجزاء وبرضه هو ما يتحملوش بشكل نحن نتكلم في الأو في الآخر الحالة كلها مجموعة مش هنتكلم على فرض لو هنتكلم عن بداية الهجمة أو بداية الكورة لا كمجموعة من أول كهرباء لحد الشنية وهو اللي يشيلوا الليلة دي أو يشيل الخطأ اللي حصل نهاردة جمال محمد هاني وأنا بكلمك أنت بقى وانت في مركز زهير أيمان وانت يما عندنت من ده ساعات في مقاريات أكيد أنك تبقى كزهير أيمان ما تلاقيش دعم من الجناح ولا دعم من العابة الوسط فهتيبقى عندك وأقوى جابها عند الرجاء النهاردة يا جابها اليسرى محمد هاني كانت شير كتير حاجة محترمة وعندهم الهاف الجزائري حاجة محترمة جدا إنما النهاردة أشتغل عليهم بشكل كويس وضع طبيعي ما فيش حد ما بيترقص ما فيش حد ما بيخرجش بره الجمع ولو ثواني ولو كسر بس ثانية ده طبيعي في الكورة إنما هاني عمل مباراك هيلة على طوال التسعين ديئة قدى ما عليه خرج على الأقل من ناحية أنا يعني يا بتتقاس اتعامل من ناحية كام كورست اتلعب علي كام أوفرلاب عدى مني كام مرة ليه المواجهات الفردة اللي بتحصل هاني النهاردة بشكل كويس وده دليل المباراة اللي فاتت يعني أنا مش جاي باخد قطعة واحدة وبتعمل بالقطعة لا إنت عندك داتا بلك فترة شغال بشكل كويس فده اللي خليك النهاردة تبقى وقف على رجليك وتقدم مباراة عالية زين النهاردة